بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجيك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولدي عدنان الذي أنزل الله عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها الإخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمة منهم وبركات وها نحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيان وتبيان وفي سؤال جديد هو منكم وإليكم هذا السؤال في حلقتنا هذه يتمحور في الآتي قال تعالى في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم على ما تدل كلمة الرحمن الرحيم ولماذا تقدمت كلمة الرحمن على الرحيم للإجابة على هذا التساول نقول وبالله التوفيق الرحمن على زينتي فعلان والرحيم على زينتي فعيل وكلا الوصفين المشتقين الرحمن والرحيم مشتقاني من صفة الرحمة فالرحمن هو كثير الرحمة والرحيم هو كثير الرحمة لكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم الرحمن هي على وزن فعلان هذه الصفة وهذه الصيغة تدل على التجدد والحدوث فعندما نقول مثلا غضبان تدل على التجدد والحدوث قد يكون غضبان الآن وقد يكون أزيل منه الغضب بعد ذلك نقول فلان عطشان الآن عطشان وبعد ذلك ليس بعطشان قد نقول فلان الندمان قد يكون الآن ندمان وبعد ذلك زال عنه الندم فصيغة فعلان تدل على التجدد والحدوث وتدل كذلك على الامتلاء فالغضبان الذي امتلأ غضبا والندمان الذي امتلأ ندما والعطشان الذي امتلأ عطشا أما الرحيم فهي على وزن فعيل وهذا الوزن على وجه التحديد يدل على الثبوت واللزوم أو ما هو قريب من الثبوت واللزوم فأنت عندما تقول إنسان طويل على وزن فعيل فلا يقبل القصر بعد ذلك فالطويل يظل طويلا وعندما تقول هذا إنسان قصير كذلك يظل هذا الإنسان قصير ولا يقبل الطول وكذلك عندما تقول هذا الرجل خطيب فقد تمكنت الخطابة فيه حتى صارت سجية له وتقول هذا رجل فقيه فصار الفقه منه سجية حتى صار الفقه معتجنا بلحمه ودبه فصفة الرحيم دلت على الثبوت واللزوم من هنا نجد أن هاتين الصيغتين جمعت صفة الرحمة من ناحية التجدد والثبوت ومن ناحية التجدد واللزوم فلا توجد صيغة مهما بحثنا عن أي صيغة أخرى تناسب هذا التوافق لا نجد ذلك إلا في قول الله عز وجل الرحمن الرحيم فالله سبحانه وتعالى صفته الثابتة الرحمة وصفته المتجددة الرحمة فهو رحيم على وجه التجدد والحدوث وهو رحيم على وجه اللزوم والثبوت فقد يكون رحيما في وضع معين وفي موقف معين وقد يكون شديد العقاب في وضع معين ولكن الأصل في الحق سبحانه وتعالى الرحمة لجمع الصفتين معا الرحمن الرحيم هذا من جانب من جانب آخر أن هذه الآية في سورة الفاتحة التي نكررها كل يوم ستة عشرة مرة جاءت بعد ماذا؟ بعد قول الله عز وجل رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فأحسن موقع وأجمل موقع لهذه الآية الكريمة في سورة الفاتحة هو ما نقرأه كل يوم في هذا الموقع بعد قول الله عز وجل رب العالمين لماذا؟ لأن الرب ما معنى الرب؟ الرب هو المربي وهو المالك وهو القيم وهو السيد فلابد أن يكون المربي متصفا بصفة الرحمة ولابد أن يكون المالك متصفا بصفة الرحمة ولابد أن يكون القيم متصفا بصفة الرحمة ولابد أن تكون كل هذه الصفات التي اتصفت في الحق سبحانه وتعالى رب العالمين وهو المتصف بصفة الرحمة المطلقة التي لا تحدها حد ولا يكون أمرها محدد بزمن معين فهو رحيم أبدا من هنا وصف الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأو في الرحيم قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأو في الرحيم إذن هذا هو الجواب على هذا السؤال الذي تفضل به أحد المشاهدين الأفاضل الرحمن الرحيم لماذا تقدم صفة الرحمن على الرحيم لأن الرحمن المنعم بجلاء للنعم لكن الرحيم المنعم بدقائقها فكان حري أن يتقدم الرحمن صيغة الرحمن تتقدم على صيغة الرحيم لما؟ لأن الرحمن صفة دلت على المنعم بجلاء للنعم فكانت واجب عليها أن تتقدم والرحيم صفة دلت على دقائق النعم فكان حري بها أن تتأخر على صفة الرحمن وذلك هو موجود في كلام الله سبحانه وتعالى رزقنا الله عز وجل التدبر في كلامه سبحانه وتعالى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر